الستات هتتحجب في الجنة عارف ان الحجاب هو فرض باتفاق كل العلماء عارف انه صعب على البنات في ازمنا من هالزمن ده الحجاب تكليف شرعي يعني امر من ربنا بالطاعة والدنيا هي دار التكليف اما الاخرة هي دار التشريف والجزاء وبالتالي مفيش طلب من ربنا بأي تكليف في الجنة لا تكليف في اسباب الرزق ولا تكليف في العبادات والمناسك يعني ايه يعني ربنا مش هيقول لك عايز تاكل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يعني ما هي دلارض فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه مش هيقول كده عايز يا رب اكل طماطم ازرع عشان تطلع الطماطم لا عايز تاكل هتنزلك ودانية عليهم ظلالها الفرع ينزلك تاكل منه فمفيش تكليف امر من ربنا بالسعي على الرزق ولا في تكليف في العباد فليس هناك صلوات خمسة ونداء واللي ما يصليش ربنا يعني حسبه خلاص وبالتالي الحجاب في الجنة هو تكليف في الدنيا امر من اوامر ربنا في الاسلام فليس هناك اوامر من ربنا وبالتالي طبقا للقاعدة هل في حجاب في الجنة ما عندناش معلومة بتقول ان ربنا هيأمر النساء ويكلفهم لان خلاص خلصت التكليف